إدارة الأزمة أسلوب إدارة حديث تواقع المدارس العديد من الأزمات نتيجة التطور وتعقد المجتمع والمدرسة بما فيها من طلبة وعاملين وتجهيزات وخدمات معرضة لحصول أزمات مختلفة. مفهوم الأزمة هي كل حدث مفاجئ غير متوقع يؤدي إلى درجة عالية من التوتر الغير مرغوب. تجعل متخذ القرار في حيرة من أمره. خصائص الأزمة تحتوي على عنصر المفاجئة ضيق الوقت لاتخاذ قرار رشيد. حدوث خسائر مادية وبشرية سيادة عدم التأكد ونقص المعلومات تتطلب حلول غير تقليدية مفهوم إدارة الأزمة. التعامل مع الأزمات من خلال الآليات المناسبة لخوض مستوى التهديد البشري والمادي لحدوث الأزمة. أنواع الأزمة لها علاقة في المباني المدرسية. وأحيانا تصنف هذه الأزمات على أساس الصحة العامة كان يحصل وباء من الطلاب أو التحدي للسلطة. أحيانا قد يكون له علاقة بالعنف والاعتداء والكوارث الطبيعية مثل الصواعق والزلازل والبراكين. مراحل إدارة الأزمة توجد عدة مراحل لإدارة الأزمة. المرحلة الأولى التنبه لويقود أزمة يعني. أحيانا تكون فيه مؤشرات للأزمة تساعد متخذي القرار والناس العامل على أساس أنه يتنبه لويقود أزمة يعني. هناك يكون مؤشرات معينات تنبع بحدوث أزمة. وبالتالي المسؤول والمدير الرشيد هو الذي يتصرف قبل حصول أزمة أو قبل اشتداد أوارها وبالتالي لا يمكن السيطرة عليها. الخطوة الثانية الاستعداد والوقاع. يفترض أنه في هذه المرحلة يتم تشكيل فرق عمل وتدريبهم على مواقعات الأزمات ويتم تمثيل الأدوار لاستعداد للوقوع أزمة معينة. المرحلة الثالثة احتواء ضرار الأزمة والحد منها. في حالة وقوع الأزمة يتم التركيز في هذه المرحلة على احتواء آثار الأزمة والتقليل من الخسائر الناتجة إذا أقصى حد ممكن. في المرحلة الرابعة استعادة النشاط. في هذه المرحلة يتم يعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الأزمة ويعادة التوازن للمؤسسة وتطلب ذلك إمكانية إدارية وفنية ومالية لاحتواء آثار الأزمة. الخطوة المرحلة الخامسة التعلم من التغربة. فالتعلم في هذه المرحلة يتم الاستفادة من التغربة في وقوع الأزمة من خلال تحليل الأحداث واستخلاص الدروس وأخض العظة ومكافأة القادين ومعاقبة على المقصرين.